أهلا بكم هذا برنامجكم 90 دقيقة من قناة المحور وأنا معكم محمد البئس الأستاذ الكبير مكرم محمد أحمد ممكن بعض الناس يستغربوا أنه ليه ببدأ البرنامج باسم أستاذنا الكبير مكرم محمد أحمد عايز أقول بس أنه احنا هنا في 90 دقيقة اشتبكنا معاه مرة لما أخذ قرار فيما يخص مستشفى 57-53 واعتردت واحتديت واتناقشت وكنت بحافظ وأنا بتكلم عنه على قيمته الصحفية وعلى وضعه في حياتنا المهنية الحقيقة أنا يعني برصد الأيام اللي فاتت حالة من الهجوم الشديد جدا على الأستاذ مكرم وبرصد حالة من التجاوز في حقه أستاذ مكرم محمد أحمد اللي ما يعرفهوش واحد من أهم الصحفيين اللي اشتغلوا في مهنة الصحافة في مصر في تاريخها على الإطلاق وأنا بقول الكلام ده مش مزايدة أنا أفهم اللي أنا بقوله يعني أنا غير إن أنا بشتغل في الصحافة أنا المجستير بتاعي في تاريخ الصحافة فوعرف مين اللي اشتغلوا ومين اللي أضافوا ومين اللي قدموا حاجة كويسة للمهنة وللبلد كمان الأستاذ مكرم هو أستاذ أجيال كثيرة جدا تعلمت منه وتتلمزت على يديه الهجوم على الأستاذ مكرم حاصل من فئتين الفئة الأولى عدد من الصحفيين بسبب ما يسمى بلائحة الجزاءات وفئة تانية بسبب القرارات اللي بياخدها يعني كرئيس للمجلس الأعلى للإعلام لما يوقف برنامج هنا يوقف برنامج هناك يعمل غرامة على إعلامي هنا على قناة يعني هناك وهكذا ومنها مثلا حتى قناة المحور لما تم إيقاف برنامج الزمالك اليوم وتغريم القناة خمسين ألف جنيه إحنا اللي نقول لكم الكلام مش حد تاني اللي يقوله الفئة الأولى اللي بتهجم الأستاذ مكرم بسبب لائحة الجزاءات الحقيقة من حقها أن هي تقول رأيها يعني لائحة الجزاءات يا جماعة اللي اتنشرت يوم 18 مارس اللي فات أهيه في الوقائع المصرية دي لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقعها على الجهات الخضيعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللي هي إيه عبارة عن إيه عبارة عن ليحة اتحطت عشان الأخطاء اللي بتحصل في الإعلام يبقى فيها جزاءات أو عقوبات ضده لحد كده الوضع طبيعي طيب الأستاذ مكرم لما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللي هو رئيسه ومعه مجموعة من الأعضاء أصدروا هذه اللائحة هما بيعملوا شغلهم معنى أنه هما بيعملوا شغلهم إيه أنه أنا المجلس أنا الجهة اللي مسؤولة عن ضبط الأداء الإعلامي في مصر فواحد طلع هبل في الكلام يعاقب واحد طلع المعلومات مش مظبوطة يعاقب واحد طلع تجاوز الأعراف والتقاليد اللي موجودة في المجتمع يعاقب وأي مجتمع لازم تبقى فيه جهة بتنظم الأداء وإلا تبقى فوضى فإذا هو هنا قام بوظفته الراجل رئيس المجلس الأعلى الإعلام يوجد فيه هذا المجلس بوصفه رئيسه فلو مكرم محمد أحم ما أصدرش لايحة الجزاءات وعايز أقول لحضراتكم على حاجة اللايحة دي مش لايحة فردية لما القانون قانون تنظيم الصحافة والإعلام طلع فيه لايحة تنفيذية لهذا القانون اللايحة التنفيذية دي لايحة الجزاءات جزء منها فطلع عشان تنظم الأداء لو هو ما عملش ده يبقى أثر في شغل حتى لو فيه ملاحظات من الصحفيين والإعلاميين إنه لايحة الجزاءات دي فيها نوع بقى من يعني الإبعاد وفيها نوع من محاصرة الحرية وفيها ده طبيعي وده دور الصحفيين هم ما يعملوه لكن دون تجاوز ودون توجيه إهانات لهذا الرجل اللي هو له أفضل على الصحافة والإعلام في مصر وأنا مسؤول عما أقول ليه يعني إنك تعترض عليه ما تعترض عليه تناقش لايحة الجزاءات وتقول لا لايحة الجزاءات دي تضر بحالة الحريات في الإعلام وفي الصحافة المصرية أقول أنت حر حقك لكن أن يتحول الاعتراض ويتحول النقط إلى توجيه شتائم وإهانات لهذا الرجل ده اللي مرفوض وده اللي المفروض الناس تحسب عليه أصوية مش فتوانة يعني هي مش فتوانة إنك تطلع مثلا تكتب على الفيسبوك أو تتكلم في فيديو وتوجه إهانات شخصية إلى مكرم محمد أحمد أنا بتهيألي مش بتهيألي أنهى على ثقة من إنه ده عيب ويوقع أصحابه كمان تحت طائلة القانون لو الأستاذ مكرم حرك دعاوة ضد الناس اللي بتشتمه أو بتهينه أو بتوجه له سباب وشتائم على التواصل الاجتماعي أو على اليوتيوب حقه ولو لجأ إلى هذا السلوك ما عادش يلومه يعادش يقوله ليه أستاذ مكرم أنت صحفي ودي مفروض حريط رأي لأنه حريط الرأي حاجة وأنه أهين الرجل وأسبه وأشتمه وأغذف في حقه ليل ونهار هو اختار أستاذ مكرم اختار أن يقوم بهذه المسئولية وأن يكون مسئول عن تنظيم وضبط الأداء الإعلامي اللي لازم يكون له ليحة اللي حمش عجبك حلو قوي تلجأ إلى الأسليب المتحضرة للاعتراض فيه نقابة الصحفيين هتعمل تحرك تعمل تحرك هو لو أصدر قرار بإيقاف موقع بغلق موقع مثلا غلق مؤقت أو إيقاف جورنال أو غلق برنامج لمدة معين فيه قانون فيه محكمة تلجأ لها روح القضاء الإداري ووطعم فيه قرار المجلس الأعلى للإعلام لأن دي بلد مفروض إحنا نقول إنها بلد مؤسسات من خلال الممرسة إنما جماعة إحنا مش عاوزين البلد تتحول إلى ساحة للشجار والخناء ومعليش في التعبير يعني قلة الأدب وتقول إنه لأ ده حقنا حقك تروح تاخده بالقانون هو المجلس الإعلام طلع قرار أنت شايف إن القرار ده ظالم ليك روح المحكمة ارفع دعوة عشان تاخد حقك غير كده يبقى إحنا بنحول البلد بشكل أو بآخر إلى فوضى إلى فوضى قد يتسامح الرجل في حقه ويرى إنه هذه الإهانات التي توجه ليه الحقيقة يعني من صغار فهو يعني لن يرد عليهم قد يكون ده حقه لكن أنا واجب علي إن أقول يا جماعة كفوا ألسنتاكم عن الأستاذ مكرم محمد أحمد يا جماعة عيب اللي أنتو بتعملوه لأنه ده وأحد أحد أنا ما بحبش كلمة رامز دي ما بحبش كلمة رامز يعني مش عايز أقول أحد رموز الصحافة والإعلام في مصر محبش كلمة رامز لكن أنا بقول هذا الرجل أحد رواد العمل الصحفي والإعلامي في مصر ليه أياد بيضاء على عدد كبير جدا من الصحفيين وتصدى في عز الإرهاب إلى هذه الجماعات الإرهابية بالكتابة وبالكلام وما لا يعرفه كثيرون أن الأستاذ مكرم محمد أحمد تعرض إلى عملية اغتيال بسبب كتاباته ضد الجماعات الإرهابية بشكل واضح فعيب هذه الرسالة إلى الصحفيين اللي عاديين بيتجرقوا عليه إلى الناس اللي بتحتجوا وبتشتموا عيب احترموا نفسكم ببساطة هو رجل عف اللسان مش عايز يعني بيخرج أحيانا هو السوز مكرم عصب يعني لكن الراجل مش عايز يرد الشتائم بالشتائم وما بيلجأش إلى القانون وأنا لا أحرضه على فكرة على اللجوء للقانون ما بحرضوش لكن في النهاية عشان يبقى فيه مجتمع سليم صحي إنما الصغيري الصغير يشتم كبير واللي زعلان من حد يشتمه وياخد حقه بإيده وبدراعه لا دي تبقى فوضى يا جماعة ما تبقاش دول دول حقيقة كلمتين حابب أقولهم وأشعر بي إنه هم جزء من مسئوليتي وجزء من واجبي تجاه الأستاذ الكبير أستاذنا جميعا الأستاذ مكرم محمد أحمد طيب